وفي سان فرانسيسكو وكما دمرت كاليفورنيا ورأيتهم ما الذي يحدث هناك وما لا يفعله الجميع ما من أحد يدرك ما الذي تقوم به ما من أحد يحترمها أو يأخذها على محمل الجد بسبب إذلالها لجيشنا في أفغانستان ناهيكم عن الحرب في أوكرانيا والتضخم والكوارث وعملية الاستجابة الكارثية للأعصار الذي ضرب بلادنا ولقد دمرت كل السجل الذي كان لدينا في السابق وتقوم بالمقامرة بحياة ملايين الناس وسوف تأخذ العالم إلى حرب عالمية ثالثة لأنها لا تتمتع بالكفاءة والقدرة اللازمة وأنها تخشى رؤساء مثل بوتين أو كامجون أون وهذا سوف ينتهي بجعل شبابنا ونساءنا للانخراط في الجيش وفي حروب بعيدة عن بلادنا وسوف نكون أضحوكة لعدائنا سوف يضحوك حتى أن رئيس هونغاريا ذلك الرجل القويق قال بأنه لن يوجد لدينا أي مشاكل إذا ما اعتلت سدة الرئاسة وقال أن الصين كانت تخشاه وروسيا كانت تخشاه ما من أحد سامع بنوردستريم اثنان وهو عبارة عن انبوب يقوم بنقل الغاز في كافة أنحاء أوروبا والطاقة وقمت بإنهاء هذا المشروع رغم أن بايدن قد اعتمده وقالوا بأن ترامب لا يخشى خصومة لكن مع ذلك كانت لدينا علاقة وسوف أعمل على حل هذه الحروب لأن الملايين من الناس يقتلون هناك وأحداث السابعة من أكتوبر ما كانت لتحدث لو كنت أنا في سدة الرئاسة ولنرى هذه المذابح سوف تحظى أمريكا بالاحترام مجددا ونحن لا نقوم فقط بمسابقة كمال هارس في هذه الانتخابات لقد رأيتمها بأم عينكم وكنتم قد رأيتم أليسون كوبر المذيعة من سي أنان ومقابلتها وتعذر على هارس أن تجيب حتى على الأسئلة التي طرحت عليها لم تكن بحالة جيدة لا يمكنها أن تدير البلاد لا تستطيع أن تتحدث جملتين وكنا في سباق مع المخادع جو بايدن وقاموا بالاستلاء على منصبه وعلى وظيفته ولن يصبح رئيسا وبات جزءا من النظام أعتقد أنني سوف أستخدم هذا المصطلح بأنهم كانوا تهديدا للديمقراطية فقد استولوا على الرئاسة وقالوا له أنت مطرود وهذا ما فعلته نانسي بيلوسي وجوقة أخرى من المجانين فهذا ما يفعله تلك الجوقة من اليساريين المتطرفين المخازعين ولعلهم شيوعين تذكروا بأننا قلنا هذا الأمر وتخطينا الاشتراكية لكن إذن كان هذا جانب من هذه الإحاطة والمؤتمر للرئيس الأمركي السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري من بنسلفينيا طبعا كل الحديث كان عن انتقاد الإدارة الديمقراطية وكاملة هارس المرشحة عن الحزب الديمقراطي للتعاطي مع كل الملفات على المستوى الداخلي وأيضا الملفات الخارجية